اشتركوا في القناة المائل. تعالوا نشوف مع بعض كده المسألة اللي هو هطلبها مننا وإيه المعطيات اللي هيدهاننا وبناء عليها هنبدأ نشتغل الرسم الهندسي بتاعنا. نشوف مع بعض كده على الشاشة بيقول لنا هنا المنظور الهندسي 30 درجة للهرم السلاسي. معنا كده ان احنا هنرسم المنظور بتاعنا على زاوية 30 درجة من الجهتين. بيقول لنا المطلوب ايه? ارسم المنظور الهندسي 30 درجة. والمساقط السلاسة لهرم سلاسي طول ضلع قاعدته اربعة سنتي وارتفاع سبعة سنتي والقاعدة توازي المستوى الافقي واحد اضلاعه يوازي المستوى الرأسي وقريب منه اه معنى كده بقى ان هنا عندنا النهاردة بيقول لنا هنرسم منظور هندسي قائم على زاوية تلاتين درجة من الجهتين ده اول مطلوب مننا الهرم ده قاعدة اربعة سنتي وارتفاع سبعة سنتي والقاعدة توازي المستوى الافقي اه هنا نيجي نتكلم بقى في حاجة هنا مهمة. ايه موضوع المستوى الافقي والرأسي والمساقط اللي قولنا عليه السلاسة دول. فطبعا لازم هنا نرجع للوحة ما تسمى بلوحة المستويات. نبص مع بعض كده على لوحة المستويات. بداية عايزين نبص الاول على الهرم السلاسي اللي هو الكامل ده شكل عامل ازاي? طبعا قاعدته هتكون على شكل مسلس. لو بصينا كده على القاعدة بتاعة الهرم هنبص نلاقيها ان هي على شكل مسلس. وكل وجه من الاوجه برضو على شكل مسلس. يبقى ازا القاعدة على شكل مسلس. وكل وجه من الاوجه على شكل مسلس. طبعا عنده كم وجه? ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلات. يبقى عنده تلات اوجه. وهنا طبعا القاعدة على شكل مسلس. في المسألة بيقول لنا ان هي المفروض تكون على زاوية تلاتين درجة. والقاعدة دي. الضلع بتاعها يساوي اربعة سنتي. الضلع بتاع القاعدة اللي هو المسلسة دي بيساوي اربعة سنتي. والارتفاع يساوي سبعة سنتي. لكن بيقول لنا حاجة مهمة جدا. بيقول لنا والقاعدة توازي المستوى الافقي. ده بقى اللي هيخلينا نشوف لوحة المستويات بتاعتنا اللي هي معانا دي. اللوحة بتاعت المستويات او المكتب بتاعة المستويات ده بمعنى اصح هو عبارة عن بمعنى صح كده كأننا موجودين في قوضة. المستويات بتاعتها ايه? لو جينا بصينا من فوق ده بيسمى المستوى الافقي. يعني لو الكاميرا اللي معايا فوق كده جابت ده كده المستوى الافقي. ده كده المستوى الافقي لما بنبص على حاجة من فوق كده يبقى ده اسمه مستوى افقي. طب اما اللي في الناحية التانية ده بنسميه المستوى الايه? ده بنسميه المستوى الرأسي. طب اما اللي في الجهة التانية ده بنسميه ايه بقى? ده المستوى الجانبي. يبقى انا عندي تلات مستويات. عندي المستوى الافقي لو جينا بصينا من فوق من السقف كده على تحت هنشوف المستوى الافقي. ولو جينا بصينا كده من الامام بنقول ان ده المستوى الرأسي. وبعدين لو جينا بصينا من الجنب هنا كده بنقول ان ده اسمه المستوى الجانبي. طب هو طالب من الهرم ده يترسم المنزور بتاعه. بيقول لنا ان هو طبعا هيكون موجود على المستوى الافقي. فالهرم هيتحط على المستوى الافقي بالشكل ده. جميل? لكن بيقول لنا القاعدة توازي المستوى الافقي. معنى كده ان القاعدة بتاعته دي الضلع اللي احنا شايفينه ده لازم يوازي المستوى الافقي بمعنى صح هيتحط كده يعني يا ريت بس الكاميرا اللي معايا فوق كده تجيب للمسقط الافقي من فوق عشان نشوف مع بعض شكل الهرم من المستوى الافقي شكله عايبقى عامل ازاي الكاميرا اللي معايا فوق تجيب كده المستوى الافقي طب حاول نحاول نقلبه مع بعض هنا كده مع بعض اهو ادي المستوى الافقي معنا ادي هنا المستوى الافقي ايه? معنا. طب وبالنسبة للمستوى الرأسي. ادي المستوى الرأسي او في الناحية دي اهي. ادي المستوى الرأسي. طب والجانبي. ادي الجانبي معي اهو. طب جميل. هنا بيقول لي القاعدة توازي المستوى الرأس. المستوى الافقي. يبقى لازم تبقى كده بالشكل ده. وبيقول لنا كمان ايه? واحد اضلاعه يوازي المستوى الرأسي. اه يبقى الضلع هنا ده كمان. الضلع ده هنا كمان. هيوازي المستوى ايه? هيوازن مستوى الرأسي بتاعي. يبقى هيبقى بالشكل ده. تمام? يبقى هايزا هيبقى بالشكل ايه? ده. وبعدين بيقول لنا وقارب منه. ومعنى كده ان ما بعدش بقى الايه? الهرم بتاعي بقيت خالص كده. لا انا حاول ان انا اقربوا من اين من المستوى الرأسي. طب هنرسم ازاي الخطوات بتاعتنا. تعالوا كده نروح مع بعض تاني على الشاشة. ونشوف طريقة رسم الهرم السلاسي الكامل. اول خطوة عندنا طبعا لازم نجهز الادوات الهندسية بتاعتنا. الادوات الهندسية بتاعتنا تتمثل بقى في المنقلة في المسطرة في المسلس. والنهاردة طبعا المسلس اللي نستخدمه هو المسلس التلاتين ستين اللي هو عنده زاوية تلاتين لانه بيقول لنا في المسألة احنا عايزين نرسم المنظور الهندسي تلاتين درجة من الجهتين. فممكن نستخدم هنا المسلس التلاتين ستين وممكن نستخدم المنقلة ونعمل بها الزوى تلاتين درجة. كمان بنستخدم معنا الفرجار او البرجل لان ده برضو من الادوات الاساسية اللي هنستخدمها النهاردة. فطبعا لازم اول حاجة هنبدأ بقى نشوف الخطوات بتاعتنا. عشان نرسم المنظور بتاعنا لازم نعمل ما يسمى بالمسقط المساعد. احنا قلنا ان احنا عندنا تلات مساقط. مسقط افقي ومسقط رأسي ومسقط جانبي. لكن عندنا كمان هنا هنشتغل على حاجة اسمه مسقط مساعد اللي هو عبارة عن حاجة تورينا الاعدة بتاعة الهرم اللي هي السلسية دي تشكلها عامل ازاي. فبناء علي نبدأ اول حاجة نطلع للمسطرة بتاعتنا. ونبدأ قلنا الدلع بتاع القاعدة كام اربعة سنتي فهناخد كام بقى اربعة سنتي. خدنا اربعة سنتي اهم بالمسطرة. تمام? طبعا ده مسقط مساعد. ده مش المسقط الاساسي او بتاع المنظور بتاعنا الاساسي. خدنا اربعة سنتي اللي هم طول دلع القاعدة. بعد كده هنبدأ نخشير المسطرة ونطلع مكانها البرجل ونركز في النقطة الاولانية دي ونبدأ نعمل قوس يساوي اربعة سنتي اللي هو طول الدلع بتاع القاعدة. عملنا القوس. ونروح في الجهة التانية ونبدأ ناخد قوس تاني بنفس الفتحة اربعة سنتي. هيتقطع طبعا مع القوس ده هنا في نقطة. النقطة دي هي النقطة بتاعت رأس المسلس اللي هو بتاع القاعدة. يبقى احنا لما كده نيجي كده نوصل النقطة هنوصل النقطة دي. بالنقطة دي اللي هي بتاعت الناحية التانية. وصلنا النقطة ببعضها حصلنا على المسلس اللي هو بعبارة عن القاعدة بتاعت ايه? القاعدة بتاعت الهرم السلاسي. جميل. هنبدأ بعد كده. ندخل المربع بتاعنا ده طبعا قبل ما ندخلوه نعشان ما نطلع بقى من من الرؤوس الكتير والاضلاع الكتير هتطلع لنا لازم نسمي بقى الاضلاع. دي حاجة طبعا خطوة مهمة. ان احنا نسمي كل رأس من الرؤوس اللي هي بتاعت المسلس دي. فهنسمي بقى الايه? الرؤوس بتاعتنا دي بس لما نعمل تنصيف الاول للزوايا. هنبدأ نعمل تنصيف للزاوية بتاعتنا الاولانية دي. طبعا عارفين احنا اخدناها قبل كده تنصيف الزاوية بيتم ازاي? ان احنا بنركز في النقطة دي وبفتحة مناسبة نبدأ ناخد قوس يقطع ضلعين المسلس. وبعدين نروح الناحية التانية هنا عند التقاطع بتاع القوس ده مع ضلع المسلس ونركز فيها بالبرجل ونبدأ نعمل قوس والروح الجهة التانية ونعمل القوس. القوسين هتقطع مع بعض ده كده نقطة تنصيف الزاوية. طبعا احنا عارفين هنا ان المسلس مجموع الزاوية بتاعته بتسوي مية وتمانين درجة. فمعنى كده ان انا عندي الزاوية دي ستين والزاوية دي ستين والزاوية دي ستين. يسوي التلاتة مية وتمانين درجة. هنبدأ بعد كده نروح الجهة التانية ونعمل نفس عملية التنصيف اهيه? للزاوية المقابلة لها. عملنا التنصيف بتاعنا بعد كده بنوصل الخطوط بتاعتنا الخط ده. وبعدين الخط اللي في الجهة التانية. لانهم تقطعوا في نقطة هنبدأ نوصل النقطة بتاعت التقطع دي برأس المسلس. يبقى احنا كده عملنا تنصيف للتلات زوايا. الزاوية دي. والزاوية دي. والزاوية دي. هنا احنا كده حصلنا على المسقط المساعد بتاعنا. لكن عشان نستخدمه صح. لازم نعمل حاجة مهمة. لازم نبدأ بقى. نسمي بقى ايه? نسمي النقطة بتاعتنا. سمينا النقطة دي. والنقطة المقابلة بيه? والنقطة التالتة بتاعت رأس المسلس اللي هي سميناها جيم. طب ونقطة التقاطع بقى الزاوية التلاتة دول. هنسميها ايه? هنسميها ميم. يبقى انا كده عندي الف بيه جيم. وميم دي نقطة التقاطع الايه? نقطة التقاطع تنصيف الزاوية. جميل. بعد كده هنعمل ايه? نبدأ نروح بعد كده ناخد بقى الكلام ده نحطه جوه مستطيل. جوه اطار كده معين. طبعا مستطيل او مربع ده يبلنا بعد كده لما نيجي نقيس ونعرف هو هيتحط جوه يعني المقاسات اللي هتحط جوه يبقى ايه بالزبط? فنبص بنوصل هنا خط موازي لالف به. وصلنا هنا خط موازي لالف به. بعد كده هنبدأ ان احنا نوصل النقطة به الخط الموازي ده على زاوية تسعين درجة. زاوية قائمة عشان ندخله جوه الايه? جوه المربع او المستطيل اللي هيتحط جوه. فوصلنا اهو. والروح الجهة المقابلة وناه من نفس الكلام. برضو بنوصل في الجهة المقابلة اهو. تمام. يبقى كده حصلنا على مستطيل داخل جوه المسلس اللي هو عبارة عن ايه? قاعدة الهرم اللي احنا نرسمه. طبعا نسمي برضو النقطتين اللي ظهروا الجداد. فهنسمي النقطة دي طه. وهنسمي النقطة المقابلة ليها ظهر. فحصلنا على مسلس موجود داخل مستطيل. طبعا الرؤوس بتاعة المسلس الاسيال اللي هي قاعدة الهرم السلاسي. قالت به جيم. وبعدين هنا نقطة التقاطع تنصيف الزوايا بتاعته اللي هي ميم. وبعدين عندي طه وزهر اللي هما لما وصلنا او بمعنى صح دخلناه جوه مستطيل. نحصره جواه اللي هي هنستخدمها بعد كده بقى فين? هنستخدمها في رسم المنظور للهرم الايه السلاسي. تعالوا ناخد بقى المسقط المساعد بتاعنا ده وننزله في الورقة بتاعتنا. طبعا بنفس ايه? بنفس الشغل بتاعه بنفس المأساة بتاعه. لما جينا اسنا هنا وصينا لقينا ان هنا طبعا ده اربعة سنتي اللي هو طول الضلع قلب به. لكن جينا اسنا به طه بصينا لقيناها تلاتة ونص معنى كده انه دخل جوه ايه? دخل جوه مستطيل. اللي احنا عملنا ده يا ولاد اسمه ايه? اسمه المسقط المساعد. اسمه المسقط الايه? المساعد. نبدأ بقى خطوات رسم المنظور. تعالوا مع بعض نبدأ خطوات رسم المنظور. اول خطوة هنرسم ما يسمى بخط الارض. الخط اللي هيترسم عليه المنظور كله. فهنبدأ نجر خط كده. الخط دوت اللي هو اسمه خط الارض. ونحدد عليه نقطة. ايا كانت في اي مكان طبعا نحاول ان احنا نتوسط كده في ايه? في قلب اللوحة بتاعت الرسم. ما نروحش يمين قوي ولا شمال قوي عشان يبقى الرسم بتاعنا منصق وشكله كوي. فخدنا نقطة كده. والنقطة دي تخيلوا هيبقى اسمها ايه? النقطة دي اسمها طا. ايه. دي النقطة اللي اسمها ايه? طا. لان احنا هنبدأ نرسم على زاوية تلاتين من الجهة دي. النقطة دي اسمها ايه? اللي هي موجودة فوق في المسقط المساعد اسمها طا. وهنبدأ بقى نجيب المسلس بتاعنا ونعمل زاوية تلاتين. لانه قال لنا ارسمه على زاوية كام? على زاوية تلاتين. فبدأنا ناخد من الجهة الشمال دي زاوية تلاتين. وبعدين نروح الجهة التانية وناخد برضو زاوية تلاتين. طب الزاوية تلاتين دي ما تنفعش تعمل غير بالمسلس والمسطرها مستر? لا ممكن تتعمل بالمنقلة. فانت ممكن تعملها بالمسلس. ممكن تعملها بالمنقلة. عملنا خلاص الزاويتين اللي هم تلاتين درجة من اليمين تلاتين درجة من اليسار. وعندنا نقطة بداية الرسم اللي اسمعتها. طب تخيلوا بقى هتبقى على اني ضلع. هتبقى على الضلع انه. هتبقى على الضلع ده? ولا هتبقى على الضلع ده? تخيلوا كده احنا قلنا ايه? اهو بصوا. طه اهي. يبقى المفروض قصادها الناحية التانية زاه. هتيجي في الناحية التانية. طب زاه دي. هنجيب طه زاه ازاي? طه زاه دي بنبدأ نقسها بالمسطرة. ونشوفها قد ايه? ونبدأ ننقلها كده بالزبط. اما بالبرجل او بالمسطرة. فطبعا اول حاجة. هناخد بقى النقطة بتاعت ايه طه? زاه? اهي النقطة بتاعت بيه طلعت فوق اهي? ودي النقطة التانية اللي هي بتاعت ايه طه? بتاعت زاه. اه دي نقطة زاه ظهرت اهي? ودي نقطة بيه الناحية التانية ظهرت اهي. يبقى تخيلوا كده كأن المستطيل ده هيجي يترسم هنا اهو. هيترسم هنا. طبعا بالمقاسات بتاعته. طه زاه قلنا انه عبارة عن اربعة سنتي اللي هي الموازية اللي ادلع قالت بيه. اما عن طه بيه طه بيه دي لما جينا اسناها بالمسطرة تلاعت تلاتة ونص تلاعت ايه? تلاتة سنتي ونص. طبعا بنبدأ بعد كده ناخد الموازي لطه بيه والموازي لطه زه عشان بمعنى اصح نرسم الايه? نرسم المستطيل ده. بنعمل طبعا الموازيات بتاعتنا باستخدام المسلس والمسطرة وبعدين اهوصلنا ووصلنا. تقطعوا في نقطة جديدة. توقعوا النقطة دي اسمها ايه بقى? انا بقى عندي طه اهي موجودة تحت. وزاه اهي موجودة هنا هي. وبه موجودة هنا. يبقى نقطة مين بقى? نقطة الف. هنبدأ نوصل. يبقى نقطة الف هي اللي تلعت لنا. من ايه? من قاعدة المنزور بتاع الهرم. جميل. يبقى عندنا ايه? احنا عملنا ايه هنا فوق يا ولاد? احنا عملنا هنا في كامل نقطة اسمها نقطة جيم. نقطة جيم دي جات جات ازاي? جات نتيجة ان احنا لما خدنا الضلعين اللي هم به جيم والف جيم. فهنيجي كده نقيس من طه لجيم قدي ايه المقاس بالزبط? باستخدام المسترة او باستخدام البرجل وننقل على طول الكلام ده تحت. هيطلع علينا نقطة جيم اللي احنا قلنا عليه. يبقى ايه زن اللي فوق اهو المنزور المساعد بتاعنا والمسقط المساعد بتاعنا اهو. ظهر تحت عندي في المنزور. ادي الف نقطة الف اهيه. وقادي نقطة اهيه. وقادي نقطة طه اهيه. وقادي نقطة زه اهيه. وقادي نقطة جيم اهيه. يبقى عندنا ان احنا نعمل ايه? نوصل زي ما كده ايه? زي ما نتوصل فوق الف بجيم. فنوصل كده مع بعض ادي اهيه. اتوصل الدي بدي ودي بدي. وصلنا بقى عندنا المسلس الف بجيم. اللي هو المسلس اللي فين اللي فوق. الف بجيم. طب اما احنا عملنا نقطة ميم دي ليه مستر? يعني احنا عملناها كده. ما لقاش لازمة? لا طبعا. دي نقطة ميم دي اللي هيطلع منها الارتفاع بتاع الهرم. يعني نقطة ميم دي اللي هيطلع منها ارتفاع الهرم. لان احنا لو جينا كده بصينا. لو رجعنا كده للمجسم بتاعنا بتاع الهرم. المجسم بتاع الهرم هنا في بعض الاضلاع المائلة زي ما احنا شايفين ايه. الضلع ده هو الارتفاع. لا خالص. الضلع ده بنسميه الراسم. لكن الارتفاع بتاعنا هو الخط العمودي من رأس الهرم الساقط عموديا. عموديا تسعين درجة على القاعدة بتاعته. يبقى اذا هنا لازم يكون ساقط ايه بزاوية تسعين درجة على القاعدة. لكن الميل ده لا ده مش الارتفاع بتاع الهرم. وبناء على ليحنا جبنا نقطة ميم اللي احنا بنشوفها دلوقتي بنقول عليها بقى ايه? في نقطة ميم? ادي نقطة ميم اللي هي بناخد من ارتفاع الايه? ارتفاع الهرم. جميل. طب هنعمل الكلام ده ازاي مستر يبقى زي ما عملنا هنا في المسقط المساعد ونصفنا الزوايا الزاوية الف ونصفنا الزاوية جيم بنعمل نفس الكلام تحت. بنصف الزاوية ازاي طبعا برضو بنفس الطريقة زي ما تعودنا كده بنفس الطريقة نصفنا الزاوية بان احنا خدنا قوس وبعد كده ركزنا في تقاطعه مع الضلعين مرة هين ومرة هين فتقطعه الاتنين فاخد لي هنا تنصيف الايه الزاوية? طبعا بنوصله. ونروح لزاوية التانية المقابلة بتاعتها اللي هي الف ونبدأ ان احنا برضو نفس الكلام ناخد بفتحة مناسبة بالبرجة لناخد قوس يقطع الضلعين وبعدين نبدأ نركز في كل اتجاه منهم وبتقاطع القوسين مع بعض يبقى برضو نصفنا الزاوية الف كده نصفنا الزاوية به نصفنا الزاوية الف على الامتداد بتاعتهم هنا تقاطع في نقطة النقطة دي اللي هي نقطة مين بقى نقطة مين يبقى هنا النقطة دي اللي هي نقطة ده معنا فوق. اللي هناخد منها ارتفاع الهرم. ارتفاع ايه? الهرم. نرجع بالمسطرة تاني لان احنا قلنا الارتفاع بتاع الهرم لازم يكون هو ايه? هو الخط العمودي تسعين درجة الواقع او الساقط على القاعدة. فلازم نجيب المسطرة بتاعتنا والمسلس الجميل. ونبدأ ناخد الارتفاع بتاعنا. طبعا بناخده من نقطة ميم هنا. الارتفاع بتاعنا في المسألة قال لنا كام? قال لنا سبعة سنتيب. السبعة سنتي واقسهم من فين? من هنا من خط الارض? لأ غلط. هنقسهم من نقطة ميم. اللي هي النقطة الزرقة بتاعتنا دي. نقطة ميم هنا دي هنقس منها اربعة سنتي. كده بقى عندي ايه? بقى عندي ارتفاع الهرم كمان. يبقى انا هنا بقى عندي القاعدة بتاعته اهي اللي هي قلب به هجيم. عندي نقطة الارتكاث بتاعة الارتفاع اللي هي ميم اهي. وبعدين خدنا منها قط تسعين درجة عمود يا هو واكم هم اربعة الاهو سنهم سبعة سنتي اللي هو ارتفاع الهرم وبنانا عليه كده بقى حصلنا على ايه حصلنا على القاعدة وحصلنا على الارتفاع بتاعنا اللي هو يساوي سبعة سنتيمتر. طبعا بنبدأ بعد كده نيز خلاص اهو كده النقطة دي اسمعين اهيه نبدأ بعد كده بقى نوصل النقطة بتاعتنا. بنلاحز حاجة ان في بعض هنا الخطوط هتبقى خطوط ظاهرة وبعد الخطوط هنا خطوط متقطعة بنسميها خطوط ايه مختافية مش ظاهرة معاية. فطبعا الخط الاولاني ده ده خط ظاهر. الخط التاني برضو ده خط ظاهر. لان دول في وجهة الايه? في وجهة الهرم. لكن الخط اللي وراء اللي هو الف عين ده. ده هيبقى خط متقطع ليه بقى? لان ده خط ايه مختفي. فازن هنا حصلنا على الارتفاع بتاعنا اهو. اللي هو يساوي ميم عين. وبعد كده بدأنا نوصل النقطة بتاعتنا بعد ما قسنا ده ارتفاعنا سبعة سنتي. وصلنا النقطة به عين. اللي هو الضلع الاولاني. وصلنا النقطة جيم عين. اللي هو التاني. وصلنا النقطة الف عين. اللي هي الايه? التالت. حلو. يبقى ايزا احنا هنا رسمنا مع بعض الهرم السلاسي الكامل. الهرم السلاسي بتاعنا الكامل اللي هو قعدته قعدة مسلسة. بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. ان شاء الله برضو لو معنا متسع من الوقت هنبدأ ان احنا ايه? هنبدأ نشتغلوا بالورقة والقلم. عشان فيه ناس بتقول يا مستر انت رسمته على الكمبيوتر. طب احنا نسمو ازا الواقع. هنلاقي الرسم بتاعها بسيط وسهل جدا. نفس الخطوات اللي عملناها هي نفس الخطوات هي هي. طب تعالوا بقى تاني. في تاني حاجة طلبها مننا في المسألة. هو قال لنا ايه? قال لنا ارسمه المنزور بس. قال لنا ارسمه المنزور. اللي هو بتاع الهرم السلاسي فقط. ولا قال لنا ايه? قال لنا عايز المساقط السلاسة. المساقط الايه? السلاسة. نرجع تاني للايه? للوحة المستويات بتاعتنا ونبص عليها. يعني ايه المساقط السلاسة? ما احنا قلنا ان فيه المساقط الايه? المساقط الافقي والمساقط الرأسي والمساقط الجانبي. بقى ازا هو عايز هنا المساقط السلاسة. يعني انا لو جيت حطيت الهرم ده كده. هنا كده اهو. ادي الهرم بتاعي. ادي بقى عندي المساقط الايه? الافقي. على شكل ايه اولاد? على شكل مسلس. تمام? تعالي بعد كده للمساقط الايه الرأسي. برضو على شكل ايه? مسلس. لكن تخيل بالك هنا مسلس متساوي الاضلع لكن هنا ماله مسلس متساوي الساقين. كمان هناخد المسقط الجانيبي بتاعه اللي هو من الجهة دي نفس الموضوع برضو على شكل ايه مسلس. طب يا مستر انا هرسم له ازاي لوحة المستويات اللي حضراتك بتقول عليها دية. وازاي هرسم له الهرم بالشكل ده. فلوحة المستويات ديت يعني ينفع توضحها بشكل اوضح شوية تفكهانا كده وتورينا لما هنرسم هيتعمل اه بص هنا لوحة المستويات لما تفكت بقيت عاملة ازاي. بقى عندي هنا المسقط الايه? المسقط الافقي. وبقى عندي هنا المسقط الايه? هنا المسقط الرأسي هو. وهنا المسقط الايه الجانبي. بقى بقى عندي التلات مساقط هم اللي احنا هنتسمهم. اذا هيظهر هنا على شكل مسلس. هيظهر هنا على شكل مسلس. هيظهر هنا على شكل مسلس. ثم للحطة الفضية دي اسمها ايه? ده هنا بنعمل فيه ما يسمى بخط الانعكاس اللي بقى نعكس عليه المنظور يا بقى ياولاد. هنا بناخد بنا انه هنا الجزء الرابع ده بنعمل عليه? ما يسمى بخط الانعكاس. خط الايه? الانعكاس. يبقى عندي التلت مساقط اللي هو هطالبهم مني هو اللي انا هرسمهم اهو. ادي التلت مساقط. طب نبدأ برسمهم ازاي? تعالوا كده مع بعض تاني ونشوف طريقة رسم المساقط السلاسة. بيقول لنا هنا بقى المساقط الايه السلاسة للهرم السلاسي. المساقط السلاسة للهرم السلاسي. اول حاجة. طبعا بنشوف المطلوب. نرجع تاني للمسألة. ارسم المساقط السلاسة لهرم سلاسي طول دلو اربع سنتي وارتفاعه سبع سنتي. والقاعدة توازي المستوى الافقي واحد اضلاعي ووازي المستوى الرأسي وقريب منه. يعني الكلام ده. نشوف كده مع بعض. نبدأ هنعمل ايه? اول حاجة لازم نعملها عشان نرسم المنزور بتاعنا. هنعمل بقى الايه? هنعمل اللي هو المستويات بتاعتنا. المستوى الرأسي. المستوى الخط بتاعنا ده لازم يجي عليه كمان خط تاني. ماله بقى ده كده خط افقي اهو. التاني ده يبقى خط رأسي عليه. بصوا هنعملو ازاي? هنجيب المسترة ونحطها تحت. طبعا تبقى موازية للخط الافقي بتاعنا ده. ونجيب المسلس بتاعنا. ونبدأ ناخد الخط بقى هنا عندي المستويات الاربعة المستويات التلاتة سوري. وبعدين عندنا خط الاناكاس. تعالوا كده نشوفهم كده مع بعض شكله ما عامل ازاي? ادي انت الايه التلات مستويات. طب فين يا مستر الافقي والرأسي اللي انت قلت عليه? طب تعالوا كده الاول قبل ما نعمل منقسم المستويات. هنعمل بقول لنا ايه? يبعد عنه مسافة مناسبة. فاحنا هنا نعمل ايه? هنبدأ ناخد مسافة مناسبة ولتكن واحد سنتي من كل ايه? من كل محور اللي هو الافقي والمحور الايه? الرأسي. فاخدنا هنا مسافة واحد سنتي. وبعدين من فوق برضو نفس الكلام واحد سنتي. بقى عندنا هنا ايه واحد سنتي من هنا واحد سنتي من هنا ونجي على المستوى بقى وعلى المحور الرأسي بتاعنا ده وناخد برضو خط يبعد واحد سنتي ونجي في الجهة المقابلة وناخد برضو خط يبعد ايه واحد سنتي. كده احنا عملنا ايه? كده عملنا مسافة مناسبة للمساقط بتاعتنا اللي هنشتغلها. ماشي الكلام? طب تعالوا نسموها بقى اول نعمل خط الانعكاس بتاعنا. خط الانعكاس هنا بتاعنا طبعا دي زوية تسعين درجة. دي تسعين درجة. فخط الانعكاس بتاعنا هو تنصيف للتسعين درجة. نص التسعين كان بقى? خمسة واربعين. يبقى هجيبي هنا المسلس الخمسة واربعيني. وابدأ اخد خط الانعكاس بتاعي اللي هو بالشكل ايه? ده. كده بقى انا اللوحة بتاعتي بقى هتجهزة لرسم الايه? رسم المساقط السلاسة. نسمي بقى المساقط المساقط الايه? الافقي تحت هقول لي بالاحمر. والمساقط الرأسي هقول لي فوق اهو. وبعدين المساقط الجانبي. وبعدين هنا خط الايه? الانعكاس. جميل? يبقى احنا كده سمينا بقى الايه? سمينا المستويات بتاعاتنا. بناءنا على نرسم المساقط المساقط الافقي والمساقط الرأسي والمساقط الجانبي وخط الايه? الانعكاس. اول خطوة عملناها فاكرين كانت ايه? في المنظور الهندسي. رسمنا ايه? رسمنا القاعدة. على انهي بقى على المستوى هنرسمها هنا على المستوى الايه? الافقي. تعالوا كده على المستوى الافقي بنجيب المستارة. ونقيس الاربعة سنتي بتوعنا. وقفنا عند الاربعة. وبدأنا خطنا ايه? النقطة الاولانية. وروحنا موصلين الخط بتاعنا. وهنا برضو نيجي ناكد بقى كام? تلاتة ونص. لان احنا قلنا جهة اربعة وجهة كام? تلاتة ونص. بقى ازا المساعد اللي احنا عملنا ده هو بالزبط المساعد الافقي اللي احنا بنشتغله دلوقتي او. فتعالوا كده ناخد التلاتة ونص النقطة التانية. وبعدين نبدأ بقى ايه? نبدأ الموازي بتاع ده والموازي بتاع ده يتقطع مع بعضهم. هنعملهم طبعا بالبرجل. عشان قاطر تبقى المقاسات مزبوطة ونوصلهم عملنا كده بقى الايه? المستطيل اللي هيتحطوا جوا القاعدة بتاعتنا بتاعت ايه? بتاعت الهرم. طب بعد كده عملنا ايه فاكرين? نصفنا ايه? نصفنا ده ايه? عشان قاطر بعد كده هنبدأ نوصل الاضلع بتاعت الايه? بتاعت القاعدة. فنفس الكلام اهو. هنبدأ نعمل ايه? هنبدأ ناخد نقطة المنتصف بتاعت ايه? بتاعت الايه? الضلع اللي احنا شايفينه تحت ده. وبعدين نوصل يمين نوصل شمال ونوصل طبعا الضلع اللي فوق. بقت عندي الايه القاعدة بتاعت الهرم اللي هي موجودة على المستوى الايه الافقي. يبقى اول ماسقط ظهر عندي اهو المسقط الايه الافقي. بس فاكرين احنا سيبناه كده مش احنا عملنا تنصيف للزوايا عشان نجيب نقطة ميم اللي هي نقطة الارتفاع. يبقى نفس الكلام لازم نعمله. هننصف الايه? هننصف الزوايا ديت عشان نحصل على ايه? على نقطة الارتفاع اللي يسميها نقطة ميم اللي هي موجودة هنا دي. تمام كده? ده عندنا كده اول ماسقط من المساقط السلاسة اللي هو اسمه ماسقط الايه القفقي. جميل. تعالوا بعد كده بقى نخش على المسقط الايه الرأسي. هناخد بقى على امتداد الايه الخط ده كده? عمودي اهو. بالايه? باستخدام باستخدام المسلس والمسطرة. ناخد خط عمودي اهو. يعبر بقى المستوى الافقي عشان يطلع على المستوى الايه الرأسي. هيتقطع بقى مع الخط اللي احنا عملنا ده. ادي اول نقطة ظهرت عندنا في قاعدة الايه بقى? في قاعدة المسلس اللي هو بتاع المستوى الرأسي. اهي. وبعد كده هنيجي برضو على الخط التاني اللي هو بتاع ميم ده. وبرده بطريقة عمودية كده بالمسلس وباستخدام المسطرة. وناخد الارتفاع بتاعنا. طبعا لسه ماخدناش مع ايست ولا حاجة. وبعدين هنبدأ نسمي النقطة دي. ونسمي النقطة طبعا هيب بتاعت الارتفاع بعد اما ناخد سابعة سنتي. وهنسمي النقطة التالتة ايه ونبدأ نوصل التلت نقطة ببعض. فهنا احصلنا على المستوى الايه? او حصلنا على المستوى الايه؟ الرأسي بتاعنا? او المسقط star بتاع الهرم السلاسي. يبقى كده حصلنا على المسقط الافقي وعلى المسقط الايه الرأسي. طب هنعمل ايه بعد كده? هنبدأ نرسم المستوى بقى ايه? عالمسقط الجانبي بقى هنا? على المستوى الجانبية نرسم المسقط الايه الجانبي. طب المسقط الجانبي شكله هيختلف عن المسقط الرأسي في حاجة هو مسلس برضو. ونفس ارتفاعه. لكن تعالوا هنا هنبص لها ان المسلس هنا بقى خد بالك ان هنا كام. دي كانت عندنا اربعة لكن دي هتعندينا تلاتة ونص فطبعا هي لما تيجي تظهر في المستوى الجانبي او المسقط الجانبي بتاعنا هتظهر مختلفة شوية. تعالوا نبدأ نزاول النقب بتاعتنا برضو. هنبدأ نعمل ايه? هنبدأ نزاول النقب باعلى خط الانعكاس بتاعتنا اهي. اهي اول حاجة هنعملها هنبدأ نوصل الايه? هنوصل الخط ده على امتداده? على زاوية كم? تسعين درجة? تسعين درجة على انا مستوى. على المستوى الايه? على المستوى الرأسي. او على المحور الرأسي. وصلناها هنا قبلت خط الانعكاس. فتنعكس على طول. ايه? وتعدي الناحية التانية. بعد كده هنبدأ برضو نقطة الارتفاع برضو نوصلها نفس الكلام. على زاوية تسعين درجة على ايه? على المحور الرأسي. وهنا هتقابل برضو خط الايه? خط الانعكاس. بمجرد ما تقابل خط الانعكاس لازم تعمل ايه? لازم بقى تبدأ تنعكس وليه? وتطلع لفوق اهي. شفته طلعت لفين? لفوق على زاوية تسعين درجة. بس على المستوى الايه بقى? على المحور الافقي. فهنا بالنسبة لنا هو وصلناها اهي? وهنا برضو نفس الكلامة تتوصل بنفس الايه? الطريقة اهي. وبعد كده هنبدأ نزاول من النقطة بتاعت الارتفاع من هنا لهنا عشان قاتل ناخد السبعة سنتي بتاعنا لما ارتفاع الهرم. ونبدأ نوصل النقطة بتاعتنا. وصلنا النقطة بتاعتنا. حصلنا هنا على المسقط الايه? المسقط الجانبي. يبقى هنا حصلنا على المسقط الافقي. هنا حصلنا على المسقط الرأسي. وهنا حصلنا على المسقط الايه? الجانبي. لو رجعنا كده تاني للوحة المستويات بتاعتنا وبصينا عليها. هنبص على الهرم بتاعنا اللي احنا عملنا المساقط بتاعته التلاتة. كان هنا المسقط الافقي. اللي احنا حطينا عليه القاعدة دي. كانت طبعا مسلسة. اللي هي طالعت عندنا ايه? على شكل مسلس. وفي عندنا بعد كده في المسقط الايه المسقط الرأسي اللي هو الوش ده بتاعه اهو الوش كان على شكل مسلس وده اجي على المستوى الايه على المستوى الرأسي وطبعا موازي للمستوى الايه موازي للمستوى الرأسي اه موازي المستوى الافق بعد كده هنبدأ نرسم بقى هنا بقى ايه المستوى بمعنى صح المسقط الايه الجانبي اللي هو بالشكل بتاعنا ده اهو على المسقط الجانبي وبرضه كان مسلس وده اللي تحط فين? ده اللي تحط فين? على المساقط الايه؟ الجانبي. يبقى هنا عندنا المساقط السلاسة للهرم الايه? للهرم السلاسي الايه? المنتظم. حلو جميل الكلام ده. بس يعني المسألة خلست لحد كده? لأ ده قال لنا كمان في حاجة تانية. ده قال لنا كمان المطلوب عندي ان انا هرسم له ما يسمى بقى بايه? ما يسمى بانفراد الهرم. يعني ايه انفراد الهرم ده? يعني الهرم ازاي تفرد انفراد الهرم السلاسي? لو جينا رسمنا انفراد الهرم السلاسي بقى. تخيلوا كده. لو احنا الهرم بتاعنا ده جينا فكنا اهو. جينا فكنا اهو. الهرم بتاعنا ده مش احنا اتفقنا ان كل وش من وشوشه دي الاوجه بتاعته دي على شكل مسلس. تخيلوا كده لو فكناها. يبقى نحصل على كم مسلس. هنحصل على المسلس واحد. المسلس اتنين. المسلس تلاتة. والمسلس الرابع بتاع الايه? بتاع القاعدة بتاعتنا هو. يبقى احنا عندنا تلات مسلسات. والقاعدة بتاعتنا على شكل ايه? مسلس. طب ازاي نرسمه بطريقة علمية? تعالوا كده نبص مع بعض الشاشة ونشوف الخطوات بتاعة رسم انفراد ال ايه? الهرم السلاسي. فبيقول لنا هنا ايه? عمل انفراد لهرم سلاسي طول ضلع قاعدته اربعة سنتي وارتفاعه سبعة سنتي. جميل. هنبدأ نعمل ايه? هنبدأ بقى هنا نجيب الورق بتاعنا الابيض ونبدأ بقى نعمل ايه? عندنا اول حاجة هنرسمها القاعدة. اللي ايه? على شكل ايه? على شكل مسلس. وناخد الضلع بتاع القاعدة بتاعنا اللي هو اربعة سنتي. وزي ما كده تعودنا لما كنا بنرسم المساقط او ما كنا بنرسم المنظور. هنرسم المسلس بتاع القاعدة بتاعنا. طول الضلع اربعة سنتي نجيب البرجل بتاعنا. ونبدأ ان احنا نعمل ايه? ناخد نقطة تسوي اربعة سنتي ونقطة تانية على بعد اربعة سنتي بالبرجل ونوصلهم كده حصلنا على المسلس بتاع الايه? بتاع القاعدة بتاعتنا. جميل. يتبقى عندنا الايه? الاوجه التلاتة. طب الاوجه التلاتة هيتقاملوا ازاي يا ولاد? لازم نرسم هنا نصف دائرة او بمعنى صح قوس. القوس ده بنركز في الرأس ده هيا. ولازم ان هو القوس ده يمر باني نقطتين بقى يمر بالنقطة دي والنقطة دي. ليه? عشان هنا هم دول اللي هيترسم علوم الايه? الواجهين التانيين. تعالوا نشوف الكلام ده يتم ازاي? طبعا الاول بنبدأ ننصف الزوايا بتاعتنا عشان خاطر نعمل بقى ايه? الخط اللي هو بتاع المحور بتاعنا هنشتغل عليه اهو. بصوا اهو. قادي المحور هنشتغل على المسألة بتاعتنا كلها اهي. المفروض ان البرجل هنركز به هنا وبعدين نعمل قوس. لازم ايه? لازم يجي في النقطة دي ويعدي على النقطة دي. يبقى ايه? معدي على النقطتين دول. يمس النقطتين دول. فهنبدأ ان احنا نقوم جايبين بقى ايه? اهو. هنجيب البرجل بتاعنا. نركز في النقطة دي. ونبدأ نرسم القوس شايفين القوس اهو? لازم يعدي بالنقطة دي. ويعدي بالايه? بالنقطة دي. جميل. حلوة او. يبقى ازا اول حاجة عملناها ان احنا رسمنا القاعدة بتاعت الهرم بتاعنا. اللي هو الهرم السلاسي ده. وبعدين عملنا المحور بتاعنا اللي هو تنصيف الزاوية. وبعدين ركزنا في النقطة اللي هي بتاعتنا دي رأس المسلس دي. وعملنا قوس. لازم يمس النقطتين بتوع الايه? بتوع زاويتين المسلس دول. بعد كده ايه لا يتم? برضو باستخدام البرجل. هبدأ ايس الاربعة سنط اللي هم بتوع القاعدة دول. وهبدأ اروح ايه? ابدأ اقطع بقى على فين على القوس ده. فهبدأ ان انا هعمل ايه? اهو بصوا. طبعا سميت النقطة بتاعت الاتفاع بتاعت هنا اللي عينة هي بتاعت هاي. هبدأ ان انا اخد بقى ايه? هبدأ ان انا اخد اوصل الوجه الاولاني ده. واوصل اهو الضلع التاني اهو. كده انا وصلت ايه? اول وجه من الاوجه. من بتاع الايه? بتاع الهرم السلاسي. اجي بقى بعد كده اقطع بقى. اقطع هو بصه. اطعت بالايه? باستخدام البرجل. اطعت هنا نقطة. تساوي اربعة سنتين اللي هي بتاعت القاعدة. وبرضو تحت تساوي اربعة سنتين اللي هي بتاعت قاعدة ووصلتهم. هنا حصلت على ايه? حصلت على الضلعين بتوعي الوجهين التانيين اهم. طبعا ببدأ هيبصوا استها اربعة سنتي واستها ايه اربعة سنتي. ببدأ بعد كده بقى ايس دي كام كده كلها باستخدام البرجل. وابدأ اخد قوس. طبعا بركز هنا واخد القوس. واروح في الجهة المقابلة ليها ده ايه? ليه الجهة دي. وابدأ اركز فيها واخد قوس. القوس انت قطع مع بعض. لو جيت وصلت الخطوط دي ببعضها. هبص لها طبعا بعمل الجهة التانية زيها بالزبط اللي هي بتاعت الوجه التاني. تعالوا نوصل بقى الخطوط. ادي وجه تلع. وادي وجه تاني ايه? طلع. ازا هنا حصلت على الاوجة والسلاسة بتوعي الهرم. وحصلت على القاعدة بتاعته. طب الكلام ده انا اشوفه ازاي? يعني الكلام ده انا ممكن اشوفه على الحقيقة. اه طبعا ممكن اشوفه على الحقيقة. بصوا كده معايا. لو جينا كده بصينا على انفراد الهرم. نفس الشكل اللي احنا رسمناه. نفس الشكل اهو. هو نفس الشكل بتاعنا. ادي القاعدة بتاعته. بصوا ادي القاعدة بتاعته اهي. اللي احنا رسمناه في البداية. ودي الوجه الاولاني. وادي الوجه التاني. وادي الوجه الايه? التالت. طب لو جينا طبقناهم كده. هيدفع يبقى هرم? اه اه اهو. بصوا بصوا كده معايا اهو. بنطبق اهو. تعالوا كده نطبق. اهو. اتحول لايه? اتحول للهرم السلاسة بتاعنا. ادي القاعدة بتاعته على شكل مسلس. كل وجه منه على شكل مسلس. هنا عملناه بطريقة ايه بقى? بطريقة الانفراض اللي احنا لسه كنا بنتكلم ايه عليه? فهنا ده الهرم بتاعنا اهو لو اتفرد. وهنا ده لو ايه? لو رجع التطبق تاني. اهو. شايفين? اهو. ادي الشكل بتاعه. اهو. وهو متطبق. وهو مفروض او الانفراض بتاعه. الافراض بتاعه. بتاع الهرم الايه? السلاسي. طب هي دي الطريقة الوحيدة لعمل انفراد للهرم السلسي لا لو جينا كده بصينا على الشاشة تاني وقلنا الهرم ايه السلسي. تعالوا كده نشوف الطريقة التانية طبعا طريقة اسهل بكتير من دي انفراد الهرم السلسي ممكن ناخد برضو القاعدة بتاعتنا زي ما اتعودنا كده برضو هي بستخدام البرجل وبدأنا ان احنا نرسم الايه نرسم الخطوط بتاعتنا عملنا القاعدة بتاعتنا نصفناها. نصفنا الزوايا بتاعتنا. وبعد كده وصلناها بالمحور بتاعنا كل كل زاوية. طبعا المحور بتاع ايه? زي ما احنا شايفين. ادي المحور الاولاني. ودي المحور التاني. تنصيف الزوايا هي. ودي المحور التالت. طبعا الطريقة دي سهلة جدا. ممكن بعد كده نبدأ نعمل ايه? نبدأ بقى ناخد ارتفاع الهرم بتاعنا. بناخد ارتفاع الهرم بتاعنا. اهو. وبعد كده نبدأ نعمل ايه? اهو بصوا. خدنا الانتفاع بتاعنا اهو ووصلنا. ازا بقى عندي هنا كده ضلع اهو. الواجه من الاوجه بتاعك. ادي الواجه الاولاني. طب والواجه التاني اهو. ظهر الواجه التاني. طب والواجه التالت هيظهر في الاتجاه التالت اهو. ادي الواجه الايه التالت. طبعا بنعمل حاجة اسمها تانيات الايه? تانيات الافراد عشان ينفع يتجمع عليها. فلو بجينا بصينا كده ادي التانيات بتاعت الايه? الافراد هيبصوا ونمع عاملينها موازية للايه للضلع ونمع عاملينها دي التانية اللي احنا بنسبت بيها الايه بنسبت بيها المجسم بتاعنا ادي التانية في الجهة التانية ايه برضو عشان التانية دي تقفل معه هنا مع الواجه ده والتانية دي تقفل مع الواجه ده يبقى الواجه ده طبعا مع ده فبنعمله تانية ايه لوحده اهو فدي طريقة تانية برضو لرسم الايه رسم انفراد او افراد الهرم الايه السلاسي تمام يبقى ازا كده احنا النهاردة اتكلمنا على المنزور السلاسي المنزور للهرم السلاسي الكامل وانفراض الهرم السلاسي الكامل والمساقط السلاسة للهرم السلاسي الكامل وبرضو شفنا في الانفراض بتاعهم ان احنا عندنا الطريقة ده هي لرسم العمل الانفراض وعندنا الطريقة التانية برضو هي بصوا شايفين لما احنا كده لما نيجي نجمع التلاتة دول اهم جمعنا برضو الهرم الايه? ادي الهرم السلاسي بتاعي اهم متجمع برضو نفس الايه? نفس الكلام. يبقى ممكن نعمله كده وممكن نعمله كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض الكلام ده ممكن نعمله ازاي بالورقة والقلم. هنبدأ نشتغل بقى بالورقة والقلم. ونشوف ايه? ممكن نعمل ايه دلوقتي? فالكاميرا اللي معايا في في الاستوديو. آآ نبدأ بقى نجيب الادوات الهندسية بتاعتنا. اللي هي عبارة عن المسطرة. والنسبة لنا هنا بقى ايه? المسلس. جبنا بقى المسطرة والمسلس الادوات الهندسية بتاعتنا. وهنبدأ نشتغل مع بعض. تمام? هنا بقى هنبدأ نشتغل الشغل بتاعنا بقى الايه? اليدوي المانويل بتاعنا. اول حاجة كنا عملناها كانت ايه? كانت عبارة عن المسقط الايه المساعد. فهنجي كده فوق. وهنبدأ نوم ايسين عشان نعمل المسقط المساعد بتاعنا. وهنقس كام اربعة سنتي. واحد اتنين تلاتة اربعة. خدنا الاربعة سنتي بتاعنا اهم. وطبعا وصلنا لايه? الخط بتاعنا. تمام? بعد كده عملنا ايه فاكرين? جبنا البرجل. وبفتحة تساوي اربعة سنتي. اهيه. ركزنا هنا ايه? وبفتحة تساوي اربعة سنتي. اهي عملناها اهيه. وبعدين خدنا قوس. وبعدين في الجهة المقابلة خدنا قوس. القوسين تقطعوا مع بعض في نقطة. النقطة دي بعد كده لما جينا وصلناها عملت لنا المسلس. اللي هو بتاع قاعدة الايه? قاعدة الهرب. السلاسي. طبعا اي خطوة بنقاملها بنتقل عليها. فاحنا هنا بالنسبة اننا هنقوم جايبين بقى الالوان بتاعتنا اهيه? ونبدأ ان ايه? نتقل. اه دي. القاعدة. بتاعة الايه? بتاعة الهرب. طب بعد كده فاكرين عملنا ايه? اه رحنا جايين رسمين مستطيل. المستطيل اللي هنحصر جوه الايه? هنحصر جوه القاعدة بتاعة الهرب. فهنيجي كده. الموازل الايه? الموازل ده? هنبدأ انه ما عاملينه كده تحت اهو. ادي خط موازلي طبعا بنعمله باستخدام المستطرة والايه? والمسلس. عشان قطر ايه? نضمن ان هو موازلي. فهنا جينا اخدنا الموازل بتاعه اهو. وبعدين نيجي هنا على زاوية تسعين درجة. ونبدأ نقفل هنا مع نا. ونبدأ نقفل ايه? هنا معنا. كده حصلنا على المسقط الايه? المساعد بتاعنا. هنا ده المسقط الايه? المساعد بتاعنا. بمنتهى البساطة بمنتهى السلاسة. هنسمي طبعا النقطة بتاعتنا. فاكرين لما سمينا دي طه. وسمينا دي زه. وطبعا النقطة بتاعتنا اللي هنا كانت اسمها ايه? جيم. وبعدين كانت عندي النقطة دي الف وكانت عندي النقطة دي ايه بيه. فاكرين بعد كده عملنا ايه? نصفنا الزاوية التلاتة اللي هي الزاوية الف الزاوية بيه الزاوية جيم. تنصيف قلنا الخطوة بتاعته سهلة وبسيطة. بنعمل ايه? بنركز في الرأس كده بتاعة الزاوية اهي. ونبدأ نعمل قوس بفتحة مناسبة. ادي قوس بفتحة مناسبة هو. يقطع فين? يقطع هنا. الضلعين دول. وبنفس الفتحة اركز هنا. وابدأ ان انا اعمل قوس. وبعدين اركز في الناحية التانية. واعمل قوس تقطعهم الاتنين مع بعض في نقطة اهي. دي النقطة بتاعت ايه? النقطة بتاعة التنصيف الزاوية. اهي. ادي نقطة التنصيف الايه? الزاوية اهي. طب تعالوا بعد كده. ايه اللي هيتم? هنبدأ نروح في الجهة التانية. عشان ننصف برضو الزاوية بتاعتنا. برضو بفتحة مناسبة. وبنبدأ نعمل قوس. يقطع هنا الضلعين. ونفس الكلام بنركز بعد كده في نقطة التقطع بتاعتهم دي. ونبدأ انهم مرسمين قوس كده اهو. هنبدأ نرسم قوس اهو. القوس ده. وبعدين الناحية التانية هيتقطع مع القوس التاني ده. في نقطة النقطة دي نقطة التنصيف الزاوية ايه? الزاوية تانية اللي هي اسمها الزاوية بيه? هنبدأ انهم موصلينها برضو كمان اهي. نقطة التقطعهم دي بقى تسميها ايه? ميم. لو جينا وصلناها كده بجيم. بقى دي نقطة التقطع الايه? النقطة بتاعت التقطع الزاوية التلاتة اللي بنسميها ميم اللي هيه هنطلع منها بالارتفاع بتاع الايه? بتاع الهرم بتاعنا. هنا عملنا ده ما يسمى بالمسقط الايه? المسقط المساعد. المسقط. المساعد. طب تعالوا بعد كده هنبدأ نرسم بقى ايه? المنزول بتاعنا. هنبدأ ننزل نعمل خط الارض. اهو. ادي خط الارض بتاعنا اهو. عملنا خط الارض بتاعنا. حددنا عليه نقطة. ادي النقطة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها. اللي اسمها نقطة ايه? فاكرين? اه? لسه فاكرين ولا نسيته? اهي. النقطة اهي. عملنا النقطة. وبعدين باستخدام باستخدام بقى المسلس. واستخدام المسطرة. هنبدأ نعمل الزاوية تلاتين. هنبدأ نعمل الزاوية ايه? تلاتين. اهو بصوا. هنمشي كده بالمسلس على المسطرة. الحاد ده ما نوصل للنقطة اللي احنا عملناها. ونبدأ ناخد الايه? ناخد الخط الاولاني بتاعنا اللي هو على الزاوية ايه? تلاتين. طب. حد يقول لي يا مسطر المسلس ده تلاتين ستين. ناخد الزاوية تلاتين ازاي? نقلبه كده لا طبعا تقلب المسلس في الجهة التانية كده بالشكل ده وتخطه كده بالوضع ده فهيديني زاوية تلاتين من ايه من الجهة التانية يبقى انا كده حصلت على كام على الزاوية تلاتين من اليمين وزاوية تلاتين من الايه من اليسار اهو شايف اهو حصلنا على ده وحصلنا على ايه على ده بقت عندي هنا زاوية تلاتين درجة وبقت عندي زاوية هنا تلاتين ايه درجة جميل هنبدأ بعد كده ننقل بقى اللي احنا عملناه فوق المسقط المساعد تحت. طبعا يفضل نقله بالبرجل لانه ادقة. فاحنا هنعمل ايه? اول حاجة احنا قولنا النقطة دي اسمها طه. وبعدين اللقصة ده في الناحية التانية فين? اهي. زه اهي. فهنبدأ ناخد هنا بقى من طه اهي. زه اهي. يبقى اول نقطة زهرت عندي هنا. اللي هي النقطة ايه? النقطة طه. اهي. دي طه ودي ايه? زهر. بعد كده الناحية التانية. هناخد بقى الطه ايه? الطه بيه? فهنجي كده ونقم قايسين بالاستخدام البرجل. ونقم عاملين بقى ايه? طه? به. اهي. تمام كده? عملنا الطه ايه? به. يبقى دي النقطة به. طب حلو. بعد كده عندنا ايه اولاد? من النقطة زهر للنقطة الف. هنبدأ انقس كده تاني اهي. اهي. نفس المقاس. هناخد من هنا ونقم عاملين قوس. حلو? وبعدين من النقطة ايه بقى? من النقطة به? للنقطة الف. هنفتح كده البرجل بتاعنا. على قد المقاس. وبعدين انقم راجعين في الناحية التانية راجزين في به. وعملين هنا تلعت لنا النقطة اللي اسمها ايه بقى? اللي كانت فضلنا النقطة ايه? الف. يبقى كده لو جينا وصلنا النقطة دي ببعضها اهي. هنلاقي النقطة هتتوصل بالف. والنقطة ب? هتتوصل بالف. حصلنا على ايه? حصلنا على المستطيل الف ب? طه زهر. طب فين النقطة جيم يا مستر اللي حضرتك قلت عليها? اهي 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 يا فندم. هنقسها حالنا اهي. ادي النقطة جيم اهي. اسناها باستخدام البرجل. نزلنا تحتها حطناها في اين? في مكانها. بقت عندي النقطة اللي اسمها ايه? اللي اسمها جيم اهي. وهبدأ اوصل بقى الايه? اوصل التلات نقطة ببعض. اهي. كده انا حصلت على ايه? حصلت على القاعدة بتاعت الايه? القاعدة? بتاعت الهرم السلاسي. طب. يفضل عندنا حاجة. فاكرين النقطة ميم? النقطة ميم اللي احنا كنا بنعمل ايه فيها? ها. فاكرين النقطة ميم? بننصف الايه? الزوايا. طب تعالوا كده النصف الزوايا زي ما تعلمنا. هناخد الزوايا الاولانية. ونركز فيها. ونبدأ بفتحة مناسبة. نعمل قوس. تنصيف الزوايا ولا بتاع الترمي الاولانية. ونبدأ بعد كده نركز في التقطع بتاعها. ونبدأ نعمل قوس. ومن الجهة المقابلة ونقوم عاملين قوس. هتقطعوا فين? في نقطة. النقطة دي اللي هي اول نقطة بتاعت الايه? بتاعت التقاطع. اول تنصيف زاويا اللي هي زاويا الف. وصلناها اهيه. بعد كده نروح للزاويا المقابلة اللي هي الزاويا به. نفس الكلام بفتحة مناسبة. وهنعمل قوس. يقطع فين? يقطع الضلعين اللي هم قلب به. وطه به. وبعدين برضو بنفس الايه? بنفس الفتحة. بنركز على التقطع بتاعهم ونبدأ ناخد قوس وبنجها المقابلة على طولها هي برضو قوس. تقطعوا الاتنين في نقطة. بقت عندي النقطة رقم ايه? رقم اتنين اهيه. وبرضو لو جينا وصلنا كده اهو. بقت عندي ايه? بقت عندي نقطة التنصيف. طبعا بديهي تقطع الاتنين دول مع بعض هو عبارة عن النقطة التالتة. تعالوا كده نوصلهم كده اهو. يبقى ده تقطع الايه? تقطع دي مع دي. اهي هنا عندي بقت عندي الايه? بقت عندي الضلع. او بمعنى صح التنصيف التالت اهو. يبقى انا هنا كده حصلت على نقطة ايه? حصلت على نقطة ميم اهي. يبقى انا كده بقى عندي الف به جيم. وبقت عندي نقطة ايه ميم. حلو. يبقى بعد كده هنبدأ نعمل ايه بقى الارتفاع بتاعنا طب الارتفاع لازم اطلع كام بزاوية تسعين درجة نرجع تاني للمسطرة ونحط المسطرة بتاعتنا ونبدأ نجيب الايه نجيب المسلس بتاعنا ونجي عند نقطة مين بالزبط كده هما الشين بس هنا على زاوية كام بقى على زاوية تسعين درجة وهنبدأ نطلع بالايه بالارتفاع بتاعنا اهو قادي الارتفاع بتاع الايه بتاع الهرم وطبعا لازم نقيس الارتفاع بتاعنا اللي هو يساوي كم قال لنا في المسألة يساوي سبعة سنتي تعالوا كده نقيس السبعة سنتي مع بعض هنركز فين عند ميم ونبدأ نقيس كده لحد السبعة ونعمل نقطة هنا دي النقطة بتاعت ايه دي نقطة ارتفاع الهرم تعالوا نوصل بقى النقطة ببعضها او هنوصل جيم بطبعا سمينا دي عين اللي هي الارتفاع هنوصل كده اهو ادي اول ضلع وقادي الضلع التاني بقى عندي وجه تاني وجه طب والوجه اللي وراء قلنا ده وجه ماله بقى ده بنسميه وجه مختفي فبتبقى الخطوط بتاعته مالها متقطعة خطوط مالها متقطعة يبقى احنا كده رسمنا المنظور بتاع الهرم السلاسي باستخدام طبعا المسقط الايه المسقط المساعد تمام حلوة اوي تعالوا بعد كده نشوف لو هنعمل بقى الايه لو هنعمل المساقط السلاسة سريعا كده نبص على المساقط السريع سلاسة هتتعمل الايه ازاي فهنبدأ دلوقتي اهو نيجع على لوحة رسم جديدة ونبدأ نصبت كده الشغل بتاعنا ونجيب المسطرة بتاعتنا ونبدأ نعمل ما يسمى بالايه بالمحور الافقي المحور الايه الافقي اهو بص الافقي اهو شايف شكله عامل ازاي اهو طب وبعد كده هنبدأ نعمل ايه ننزل كده الموازي بتاعه اهو ونجيب المسلس بتاعنا عشان نضمن زاوية تسعين درجة تبقى قائمة عليه ونحط المسلس بتاعنا اهو بالشكل ده كده ونبدأ ناخد المحور الايه المحور الرأسي يبقى هنا حصلنا على الايه على المحور الرأسي والمحور الايه الافقي بتاع اللوحة بتاعتنا قلنا بنبعد مسافة مناسبة من كل اتجاه فهنا هنبعد بقى مسافة تساوي كام تساوي واحد سانتي فهنبدأ نروح من كل اتجاه كده بمسافة تساوي واحد سانتي وهنا من هنا واحد سانتي من كل الاتجاهات اهو ومن هنا كمان واحد سانتي ومن هنا كمان واحد سانتي كده حصلنا على الايه حصلنا على المستويات بتاعتنا الافقي وعلى المستوى الرأسي وعلى المستوى الجانبي وعلى الايه هنا بقى ده ايه بنسميه خط الانعكاس اللي بتعمل على زاوية كام على زاوية خمسة واربعين درجة ده اسمه خط الايه الانعكاس الايه الانعكاس طب تعالوا بقى نبدأ نرسم الايه نرسم المنظور بتاعنا اول حاجة عندنا المسقط الايه ها المسقط كان ايه هنا المسقط الافقي هنبدأ نعمل ايه نفس الكلام هنبدأ نقيس الاربعة سنتي بتوعنا. اهم الاربعة سنتي بتوعنا. هنقسهم فين على الخط ده اهو. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. اسنا الايه? اسنا الاربعة سنتي بتوعنا اهم. وبعد كده برضو من هنا كام? الاربعة سنتي بتوعنا اهم. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة سنتي اهم اسناهم. بعد كده باستخدام الايه? باستخدام البرجل. هنبدأ نيجي كده نقيس الاربعة سنتي بتوعنا اهم. ونبدأ ناخد قوس هنا. ونروح الناحية التانية. الاربع سنتي بتوعنا هم. وناخد قص هنا. كده حصلنا على الايه? حصلنا بقى كده. على المستطيل اللي هيحوي داخله. الايه? المسقط الافقي. اللي هو المسلس بتاع المسقط الافقي. وقلنا بتعمل ازاي? بنبدأ نعمل ايه? هننصف بقى النقطة بتاعتنا دي. هننصف الايه? الجزئية دي هنبدأ ننصفها. تمام? هنبدأ ننصف بالشكل ده? اهو. عشان ايه? عشان خاطر? هنبدأ ناخد عليها النقطة دي. تمام? خدنا النقطة دي بتاعتنا هنبدأ نوصل هنا. بهنا. حصلنا على قاعدة الايه? المسلس. وطبعا برضو فاكرين لما قلنا التنصيب بتاع الزاوية التلاتة. ادي التنصيب بتاع الزاوية التلاتة لما بنعمل كده. ونركز الناحية التانية. ونركز الناحية التانية. كده نصفنا الزاوية الاولانية. اهي. وبرضو في الجهة المقابلة. لما جينا برضو عملنا كده. وروحنا برضو واقفين هنا. وعملنا قوس. واقصاده في الناحية التانية قوس. عشان ننصف الزاوية التانية. كده نصفنا الزاوية التالتة. اهي. يبقى كده حصلنا على النقطة ميم يبقى كده. ده بقى بتاعنا الايه? فاكرين المسقط الجانب اللي عملنا في الاول. طب هنبدأ بقى الاسقاط سريعا. اهو. هنبدأ بقى ناخد النقطة بتاعتنا. نطلع بها على فوق. ونطلع بالارتفاع بتاعنا اللي هو عبارة عن سبعة سنتي. هنقس السبعة سنتي بتاعنا اهو. قسنا السبعة سنتي. تلعنا بالخط بتاعنا. بقى عندنا المسقط الايه? المسقط الرأسي. بعد كده هنروح في الجهة المقابلة. هنبدأ طبعا كلها عبارة عن زوالات او مزاولات للايه? للخط. هنبدأ بقى احنا نزول الخطوط بتاعتنا. قد الخط التاني اهو كمان بن ايه? بنزوله. وهنا برضو الخط ده بن ايه بنزوله? يجي عند نقطة العنكاس ويقف. برضو نفس الكلام هنا اهو. واهو. لحد ما يقف عند نقطة العنكاس يبدأ بقى يعنعكس ويطلع فين? يطلع لفوق اهو. شفتوا? بيطلع ايه? لفوق اهو. قد الخطوط طلعت لفين? لفوق. لحد ما تجيل هنا. طبعا الخط بتاع المحور ده مكمل معايا كده اهو. لحد ما نيجي نقف هنا بالايه? بالمسقط الايه الجانبي. بقى حصلنا على المسقط الافقي الرأسي الجانبي. طبعا النهاردة تناولنا موضوع مهم وهو المسقط اه المسقط السلاسة للهرم السلاسي الكامل. والمنزول للهرم السلاسي الكامل. وانفراد الهرم السلاسي الكامل. اه ارجو ان اكون يعني يعني وصلت المعلومة بطريقة بسيطة وسلسة. والقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة. لكم مني اطيب الاماني. اه 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 طلبة طالبات الصف الاول من دبلوم المدارس السنوية الصناعية. نزام السلاس سنوات ومادة الرسم الفني والهندسي. الى الالقاكم دمتم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.